اشتركوا في القناة الملك المفدى باعتبارها من اهم الرياضات التراثية التي تعتز وتفتخر مملكة البحرين باستمرارية اقامتها والمحافظة عليها لما تشكله من ارث وطني غني انتقل عبر الاجيال المختلفة وشدد سموه على اهمية المحافظة على هذه الرياضة من خلال اقامة مثل هذه المسابقات تشجيعا للشباب البحريني على ممارسة هواياته المفضلة والانخراط في رياضة تراثية ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد بالنجاحات التي حققتها مسابقات السقور في مملكة البحرين وكانت مسابقات السقور ضمن موسم ناصر بن حمد للسقور والصيد قد بدأت بعملية التسجيل امس الجمعة وذلك للاشواط المخصصة على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية موسيقى 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 موسيقى